عقدت وزيرة التخطيط على السعيد اجتماعا مع مجلس إدارة صندوق مصر السيادية لمتابعة أخر تطورات أعمال الصندوق خلال الاجتماع استعرض المدير التنفيذي لصندوق مصر السيدي أيمن سليمان الدراسة الخاصة بإنشاء الصندوق الفرعي المعني بقطاع الصناعة وأكدت وزيرة التخطيط أن الصندوق السيدي للصناعة سيكون معنيا ببناء شركات مع كبرى المؤسسات والشركات لدعم التوجه للتصنيع وتوفير البديل المحلي وتوفير الصناعات التكنولوجية موضحة أن شركة نيرك لصناعة عربات القطارات ستكون النواة الأساسية لانطلاق الصندوق الجديد